واعتمد مجلس الدومة الروسي مشروع نداء يناشد فيه برلمانات العالم والأمم المتحدة وقف سفك الدماء والتصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الكارثة الإنسانية في الشرق الأوسط جاء فيه مشروع نداء أن نواب مجلس الدومة يتوجهون إلى الأمم المتحدة وبرلمانات دول العالم بنداء لاتخاذ كافة التدابير الممكنة فورا من أجل الوقف العاجل لإراقة الدماء وتصعيد العنف ضد المدنيين ووقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في الشرق الأوسط أضاف البيان أن الضربة الصاروخية التي تعرض لها المستشفى الأهلي في 17 أكتوبر الجاري والتي قضى بسببها مئات المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال يشاهد على حجم المأساة التي تتكشف حاليا